موسيقى هاي واضح انا ايمي سلطان لما كنت بشتغل في البالي وكان اول عرض لي على المسرح وانا بروفاشنل يعني بعرض كبالرينة بتشتغل بروفاشنل ده كان اسعد يوم في حياتي انا ما بحبش الكذب فانا يعني مش كدابة انا عايشة حياتي بحب كده ابقى واضحة وبحب الوضوح في كل حاجة يقبلني على كده يقبلين ما يقبلينيش خلاص مش مشكلة فلا يعني ما حصلش قبل كده ان انا لأ كذب خالص عامة لو حد كذب علي خلاص بشيره من حياتي او بحس انه خلاص مش حد يعني يحسب علي يعني انه حد قريب مني يعني اكيد لا ممكن ابقى مع تعدد الازواج شخصيتي ممكن تشبه القطط يعني انا بحب مثلا ان انا ابقى يعني انا مش اجتماعية قوي بحب اعود في البيت بس يعني في ناس معينين بابا قريبة منهم فبحس ان انا شخصيتي قريبة من القطط بحب قوي شخصيتي جيري من توم و جيري كان على طول فرفوش كده وبيعمل مقالب وانا بحب الشخصيات دي انا بلبس نظارة نظر ويعني انا دلوقتي لابس نظر بس انا عمتن بلبس نظر لما ببقى متأخر عالشغل لو اتأخرت يعني انا عمي ما بتأخر بس لما بحس ان انا يعني المعات كده خلاص قرى بقوي وانا مش قريبة بقى بتوتر جدا بحب في نفسي الاصرار وان يعني ده جدا وبصم لما بصم ام اعمل حاجة لازم بعملها وبكملها لغاية الاخر ولازم تبقى perfect انا بشوف نفسي ممكن ابقى قريبة من شخصية ام كالسوم لان هي برضو كانت عندها اصرار رهيب وكانت بتهتم بكل تفاصيل شغلها وبتدخل في كل تفاصيل شغلها وانا برضو بعمل كده بشغلي فبحس ان انا ممكن يكون فيه يعني شخصيتنا قريبة من بعض غير ان هي كمان كانت بورج الجدي زي الفشل يعني انا محبش الفشل ولو فشلت في حاجة احس ان انا يعني متضمرة ما اقدرش يعني يعني ده اكتر حاجة ما احبهش في حياتي بحب دايما النجاح انا ما بحبش الغيرة خالص وما بغيرش يعني من حد لانه الغيرة دي بتبقى فيها عنصر المقارنة انك تقارن نفسك بحد وانا بحب اشوف نفسي دايما ان انا مختلفة انا بحب الاختلاف فاحب دايما ان انا ابقى ليه احط نفسي في وضع ان انا ابقى في مقارنة مع احد انا حاجة لوحدها نفسي اطلع الفضاء احضن احمد لك احمد لك احمد ما احمد من له